واصلت العصابات المسلحة التابعة للتشكيلات العسكرية الموالية لحزب الإصلاح الأربعاء أعمال العنف وقطوع شوارع مدينة تعزل اليوم الثالث على التوالي وانتشر مسلحون وأطقم عسكرية ومدرعات في شوارع المدينة وقاموا بقطعها وأطلقوا النار في الهواء بعد تصاعد الصراع بين القيادات العسكرية التابعة لحزب الإصلاح إثر مقتل نجل القيادي الإصلاحي أمين عبد سعيد مطلع الأسبوع الجاري في اشتباكات بين الإصابات المتصارعة وقالت مصادر محليان المسلحين الذين انتشروا في شوارع المدينة يتبعون قائد المحور خالد فاضل والقيادات العسكرية المنتمنية إلى جبل حبشي للمطالبة بقتل نجل القيادي الإصلاحي ووفق المصادر فإن القاتل هو من أبناء مخلاف ويتبع القيادي الإصلاحي البارز عبد فرحان المعروف بإسم سالم